تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرسي نيكوس خريستو دوليدس وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطع غزة وقد تم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد باعتباره الأولوية الحالية للتجنبي أن يأخذ أبعادا أوسع تزيد من تعقيد الموقف كما استعرض رئيس السيسي نتائج الاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطع غزة في دوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع فضلا عن دفع مصار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين تم تحرقات إئlene غزة المتعلقة